إنك تبقى مهتم بالإرادات بتاعة الفيلم لا ليه ما هو ده جزء من يعني فيه وجهة نظر بتقول مش وجهة نظر ده قانون كده إنه ده جزء من مكانتك وقامتك الفني رامي يعني أنا بحسبهاش كده ما عرفش حسبها كده يعني فيه ناس بيتحسبها كده أو السوق بيحسبها كده انت جبت كام فيبقى تاخد كام يبقى مكانك فين يبقى كده المهم يبقى لي مكانه وخلاص مش مهم فين والإرادات دي رزق المنتج أنا مليش علاقة بيها طريقتك صعبة وغاء ويعني وفيه ناس ممكن تستغرب إنه بالطريقة دي وبالسلاسة دي والبساطة دي وتبقى حققت النجاح ده أرزاق أرزاق انت قلت مرة إنه إنه نصيبك هيحصل لك ونجاحك هيحصل لك في الوقت اللي ربنا محددهوله بص أنا عندي فكرة كده عجيب حبتين وده يعني من كم سنة كده يعني جات للفكرة دي وقتنعت بيها إن إحنا علمنا بالأشياء إحنا نعلم الماضي أو جزء من الماضي يعني والحاضر ومش كل الحاضر برضو يعني أنا دلوقتي معاك هنا فده الحاضر بالنسبة لي بقية الحياة بالنسبة لي أنا مش حاضر فيه ما تعرفش إيه اللي بيحصل في الساعة ليه في حتة تاني واللي جاي أنا معليش علاقة بيه ومعرفوش الدنيا كلها بقى من أولها الأخيرة بالنسبة لعلم ربنا فلاش باك كله حصل كله حصل صح لذلك فيه آيات في القرآن ما هي أنا يعني جايبة من القرآن إن معظم الآيات اللي بتتكلم عن يوم القيامة بتتكلم بصيغة الماضي وسيقة الذين آمنوا إلى الجنة زمر وسيقة خلاص حصل والعكس بقى الذين كفروا لجنة ف ومعظم الآيات اللي بتتكلم عن اللي هو بالنسبة لنا المستقبل أو مستقبل المستقبل كمان جاي بصيغة الماضي فكل حاجة في علم ربنا حصلت فأنا ببقى داخل الفيلم أو المسلسل مش في بالي بقى إيه أن أنا ممكن أعمل إيه وما أعملش إيه وكنت الأول بقعد زاكر وقعد أحسيبها وحاجات كده وما مشيتش أبس ده معناه أن أنت مقضيها يعني زير وتخطيط آه خالص ما عنديش تخطيط خالص ولا بخطط للثانية اللي جاي كل بتاع ربنا فأنا بقى إيه بقى بقولك بدخل العمل وبقول بقى إيه أنا سيبها لله طبعا ونعمل ومعتمد على الله في كل حاجة من الأول للآخر أبس أنت وصلت لله وبقول بقى إيه أشوف بقى ربنا عايزه إزاي يعني أنا معرفش أعمل الدور ده إزاي بس أشوف بقى دفع الم ربنا أتعمل بس أنت وصلت للمرحلة دي أم تأصدين أولاً دي حاجة مريحة جداً آه يعني الحاجة تخلي البنيادة ميعيش في سلام نفسي جميل جداً آه أنت وصلت للمرحلة دي إزاي وإمتى ما أنا بقول لك أن ما هو ما حدش بيوصل يعني بس أن الشباب عموماً أو مرحلة البدايات ما بيبقاش في حد بيفكر كده صعب أولاً أنا ده بعدين بقى إنت ده وصلت للمتأخرة ولا شباب ولا بتاع لما نبيرت بقى